نعم هذا كلام يعني يرد كثيراً خصوصاً التكلفة أصبحت عالية الآن كثير من الناس يتركون النخل ويتركون خرط الزيتون وجمع الحبل بسبب غلاة التكلفة يقول لك حياة ما يوصل ليش حتى راسم لي من حصلاش فالإنسان إذا كانت قدرة لا يجد له أن يهمي المال ويتركه ويفرط فيه حتى ولو كلفه المال مدام عنده قدرة علي أن يفعل ذلك ولا يبطر بالنعمة ويزهد فيها لأن الناس كانوا لغرس النخيل والزيتون كانوا يقدرون هذا قدره ويعرفون قيمة الزيتون وقيمة النخل وكان القوت يقوم على هذا الشجر لغرسوه وبذروا فيه جهداً كبيراً وهم يشكوون على ذلك وتركوه لك جاهزاً فلا يجد لك أن تعرض عنه وتتركه مهمراً هذا ما نقض على ذلك ما بلغت لكن بعد التكلفة